السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جربت قبل كده تفتح الكانتالوب بتلاقي جواه جيلي هنعمل النهاردة طريقة الكانتالوب بالجيلي طريقة سهلة طبعا جدا هنعملها لأولادنا هيحبوها جدا ويخلوهم كمان لو مش بيحبوا ياكلوا الكانتالوب هيكلوه بالطريقة الجميلة دي شايفين ما شاء الله ألوانه مبهجة وشكله جميل جدا مش هنحتاج أي حاجة غير الكانتالوب والتسكرتين من الجيلي دي كل المكونات وهنطلع الشكل الجميل ده لأولادنا وكمان لضيوفنا لو عندنا ضيوف يلا نشوف عملنا الطريقة ازاي بسم الله أول حاجة كده عندي اتنين من الكانتالوب ينفع نستخدم في الوصفة دي كانتالوب أو شمام طبعا غسلت الكانتالوب كويس جدا وبعدين هبدأ كده أخذه من تحت كده وأعمله كده زي قعدة كده من تحت علشان لما أدخله التلاجة يبقى قاعد كده وما يتلاقش مني أو يتكب منه حاجة تمام وهبدأ كده إن أنا أفتحه برضو كده من فوق كده بالشكل ده هنا بقى هبدأ كده إن أنا أعمل فتحة في الكانتالوب من فوق بالسكينة وبمعلقة صغيرة بقى هبدأ إن أنا أطلع البزور بتاعة الكانتالوب كلها هنضف بقى الكانتالوب كده كويس من البزور وبعدين هخسله كويس من جوه علشان أتأكد إنه ما بقاش فيه بزور من جوه هشيله بقى على جنب وبعدين هروح بقى نجاهز مع بعض الجيلي طبعا طريقة الجيلي سهلة جدا ما فيهش يعني أي حاجة أكيد كلنا بنعرف نعملها طبعا هنستخدم أي نوع جيلي إحنا حابينه وأنا عندي جيلي فراولة وجيلي مش مش دول اللي هستخدمهم في الوصفة بتاعة النهاردة إن شاء الله أخذت كده باكت من الجيلي الفراولة وبعدين كده حطيته في البولة كده ونزلت عليه بكباية من الميا السخنة المغلية ونص كباية من الميا الساعة تمام ولو حاب أزود سكر بزود معلقة واحدة من السكر بقلبهم كويس واشيلوا على جنب برضو هعمل جيلي المش مش برضو بنفس الطريقة كده أخذت الباكت الجيلي وفضيته كده في بولة ونزلت عليه بكباية من الميا المغلية ونص كباية من الميا الساعة وقلبتهم كويس هسيب بقى الجيلي على جنبي كده خمس دقيق بس كده يهدى من السخونة بتاعته شوية علشان لما يجي أفضيه في الكانتالوب ما يبوزهوش من جوه هنا بقى دلوقتي كده بدأت إن أنا أصب الجيلي بقى جوه الكانتالوب كده بالشكل ده باستخدام بقى كباية كده صغيرة بملها كده من الجيلي وبنزلها كده في قلب الكانتالوب من جوه عايز أقول لكم الطريقة دي الأولاد هيحبوها جدا جدا وكمان هتخلوهم ياكلوا الكانتالوب اللي هم مش بيحبوهم كده خلصت بقى كل الكمية هبدأ بقى كده بالغطى بتاعي الكانتالوب أنا مرمتهوش ولا حاجة هبدأ إن أنا أغطي بيه آآ كل الكانتالوبية كده أغطيها بالغطى بتاعها تمام؟ شايفين ما شاء الله ما فيش أي حاجة نزلت من الكانتالوب من تحت هشيله بقى زي ما هو كده في الطبق في التلاجة من ساعتين لأربع ساعات لغاية الجيلي ما يتمسك تماما كده بالشكل ده ما شاء الله سهل جدا ويعني ما أخدش معنا عشر دقايق في التحضير شايفين ما شاء الله دلوقتي بقى نبدأ إن إحنا نقطع الكانتالوب ما شاء الله شكله حلو جدا من طريقة مختلفة وسهلة ويعني هتعجب الأولاد جدا جدا الأولاد والكبار كمان عمتا يعني هبدأ إن أنا أقطعه بقى كده نقطعه طبعا بالشكل اللي إحنا حابينه حابة إن تتقشريه وبعدين تقطعيه ما فيش مشكلة حابة تقشريه كده بالقشر بتاعه وتقطعيه بالقشر بتاعه الطريقة اللي تعجبك ما شاء الله حلو جدا كمان ألوانه مبهجة وجميلة ما شاء الله كده وصفة النهاردة خلصت ما تنسوش لو عجبتكم حطوا لايك للفيديو كمان اشتركوا في القناة وفعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعر بفيديوهات الجديدة متنسوش تعملوا شير لأصحابكم أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته